سلام كيد نسى شوفوا هاد سيدا اشنو دارت لهذا الراجل هادا من بعد ما تلقها وداز واحد لمدة طويل على الطلاق دياله هو وياها تنساها وما بقاش تطيح ليه على البال وشوفوا اشنو دارت هاد القصة هادي وهاد القديلة دارتها ما تطيحش ليكم على البال ولا على الخاطر ومعامركم وكنت حداكم معامركم مشتوها في شي فيلم لا توركي ولا مصري ولا مغربي ولا ولو لانها قصة واقعية خارجة من دروب ديال المدينة القديمة في مراكش تخيلوا معايا هاد القصة هادي وخما كان بغيش انا كانت فاعدا نذكر المدن ولكن في اعلان هاد القادية وقعد في مراكش تخيلوا معايا هاد السيدة هادي من اللي طلقها راجلها وداز واحد لمدة طويلة عاد شوفوا اشنو دارت نيري ما يمكنش المهم باختصار مفيد كيف ديما انا معودكم ما كانتطولش عليكم كاندخلوني شانفصلوا بالموضوع باختصار هاد السيدة هادي طلقات من رجلها علاش طلقات باختصار طلقات لانه ما تفهمتش مع عقوزتها عقوزتها قالت لولدها شوف يا انا هي في هاد دار هو يقول لها شوف انا غدا نطلقك وفعل المشى وطلقها لمستحقات ديالها ومشيت في حالها ولكن كانت عندها واحد البنية صغيرة انا ما غنجي لها من صف الرجل من الاول من صف المرأ انا كنعود لكم القصة كيف موقعت وصافي اعطاها لمستحقات ديالها ومشيت في حالاتها وحتى ذيك النفاقة ما كانش كيعطيها لها المهم هي بقعت كتشدة ذيك البنية وكتلاوح بها من هنا من هنا من هنا ومن بعد جاب لها الله واحد بلد الناس اللي بغى يسترها ولكن من ينتزوج بها وبحلق قلتي بوردستاتو هديك البنت ومرة مرة طالقة ديال زوجة ديالو كي يجي كي تردد البيت ديالو كي بقى يضق عليها بو نشوف بنتي بو نشوف بنتي ويقول لها عشان شنو غدي تديري اعطال البنت الباها كان صعيب عليها هاد القرار ديال انها انه تعطي لفلدت الكبير ديالها الباها ولكن من شاف التعيات قالت مشي مشكلة نعطيها لي وعطعتها لي وبنتها ارباتها جداها ومن من دازة واحد لمدة جداها ماتت فاش ماتت جداها البنت منين كتبلاه كيف ما كان عارفوه كتكون محتاجة لام ديالو وهدا ميصاج للبنت منين تكون الراجل المرة مطلقين للبنت كتكون محتاجة لام ديالها من الاخر ما تحرموش البنت من الام ديالها المهم حيث هما ساكنين في مدينة وحدة ولت البنت كتت مشي لعند امها ديما كتت خرج من المدرسات مشي لعند امها هادا والبنت تحلقعت بالام ديالها بزيف ولت صاحبتها ولكن بقى ساكنة مع اباها تاكل عنده حويشها عنده ولكن هي ديما مع ماماها ساكنين عودت لها الدروس باقي لها البنتي أنو شاك موضوع وشاك موضوع وشاك موضوع راه تلقني وكذا 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 سوف البنت تفهمت امور ديالها ديالهم قولته صاحبة مع الام ديالها بزاف وحد مرة وهي تقول ماماها ماما شوف اها منين ماتت جدا ديالي جداتي مني ماتت جدا ديالي راه خلت واحدة كمشا ديال الدهب وراه بابا ما بغوش يفرقها مع اخوت وراه شدها هو حين تفعل قلتي هو كان هو المفضل عند الابناء الاخرين وهو اللي كان شدها عنده منين ماتت هو شد دك الدهب كله دك شلي ويتقسم راه هقسموه ولكن دك الدهب خضاها كامل ومعطاها متاشي حاجة وخباه ما باعو ما قدر بيتها شي حاجة خباه في دك الدار اللي فيها هذيك البنت وقلقها دبا غا تكونوا بديتوا كتفهموه اشنا وغيت نقول لكم هذيك البنت نعدط ومشت قالتها ماماها هو راه طالقها قاتلها ماما راه بابا خباده قدر وقلتها تصرس بلان سالة بشوية بشوية قلت لها وفين دارو ويه عندك شفره ليه يباعوا يجب علي ماما خبايا فالبلاصة فلان فلانية رقنتهم جيد رماتي بينج لقد قلت عن دار لقد قلت عن اجل المنزل كثيرا وضعت بطلة القصة كانت القصة وقامت بشأنها علينا بصورت وقامت بصورت وقامت بصورت وقامت بصورت بصورت وقامت بصورت بدت الحمام ودخلتها وشدت لها كسلة وقالت لها انتي شوف انا غدي نتبعوك ولمعت كيف اشدرت البلان المهم البنت فاشدخلاتها بطبيعة الحل غدي تكون خلت الحوج ديالها كاملين زدت الصويرت مش ادرت منهم كوبي ورجعت لها الصويرتات واخدرت ديك الكوبي ومن اللي لقعت الوقت المناسب وعرفت الوقت اللي الاب طالق ديالها اللي هو الاب ديال بنتها مسافر وش كونلي قال لي هرا مسافر هي ماشي دارت الاف بي او اللي معتش اشنو دارت بنتها هي كل شي كاد بقى دارت سيرت وش دات وحطات وددس واحد لمدة طويلة واحد نهار يدقل ليها ماما انا دبابد نضل معك يدقل لي وما غدا كادا رح انتوا بابا مسافر كادا كادا وراه وصفتنا قليصها في غستر يقلسي مع ماماك يدقل لي في مسافر يدقل لي مسافر مدينة فلان فلانية كان مشا للصويرا قايت لاش حل غايقلس قايت لغا يقلس تلت ايام عند من مشا مشا عند خوله مع تحد من مشا ما عارش انا شي واحد في العائلة مشا عنده وغادي بيت مشا يعزي وهي دقلن زيان شكولي كاين في الدار ما كاينت اشي واحد لانه هو سكن هو بنته في الدار ايدان كاينة فورصة زوينا لغدليه البنت ناضط فطراتها لبسات يحويجها ساعتها لمدراسة معا التماني دي الصباح وهي مشا عند للدار مشا عند للدار حلات دخلات مشا تميشان البلاصة اللي مخبي فيها الدب الزيتو كامل ما خلات ليه اقرام ما خلات ليه سانتيم ما خلات ليه سلك الزيت كل شي شطبات كل شي دازت لي البلاصة فيها الفلوس البنت معاو دليه البلاصة اللي فيها و او دهب كان يحطه؟ اه ها فين يحطه؟ اه يقبله و مقنته باش ما تشوفوش عمتي و يودت تنشين اطق قط الحل دك الشي و ازاتهم. الالزات الحليت تقع اللي هي زوينا و اللي فيها كما فيها المادة الزيت اللي هو الفلوس والدب الزيت هم وخرجت وقالت ليك خلت لي واحد المبلغ بسيط باش يتحرك بي لانه هورا كيف مكان التعليق ديالها والقبل الابنة ديالها ويتخرج في حالها تخيلوا معايا تخيلوا معايا هالشي الفلوس اللي فيها تصرف ودك الشي وفي المحتوى تصرفوا من ها ديما انك انطل لكم على الفلوس اللي خازنها ما كيطلش عليها يوميا والدهب ما كيطلش عليها يوميا بطبيعة الحال مثلا انتو لانتي منين كتكونوا خازني شي حاجة شي لي خازن شي حاجة في الدار اما كيطلش عليها يوميا تطلل لها بطان زونطان مررش حال هالشي اللي بقى على هاد السيد هادا كاندازت واحد شهر وشهران تلت شهودات واحد لمدة طويلة يعني يكون مثلا غرجة وهدي بين قوسين الانسان منين كيجير للدار ديالو وكيعرف انه تسرقات تتهز ايديك هادا ميساج كتتهز ايديك وكتشوء وكتمشي كتتبلغ البوليس كتقول بسقا يجو البوليس وياخدوا لازون بخانت ديال ياخدوا البصامات باش يعرفوا اشنوا واقع كتسمها هديك راسة اما هاد السيد هادا مشاو جاو دارو هادا وما تتوقش داز واحد لمدة طويلة منورها معتش اشنو بغاول معتش اشنو جاي تلقها سوانه ما عندوش مكينش ديك الفلوس ما قالت دهب وليت دهبتها هو ما كينش دهب اللي تلقاتها من الرجل نهارلول الدهب اللي ضربت عليها ما رخضته هادا انا ما شينش فاج ولكن كشفو هاد السيدات شنو ذات كيد نصى هاد السيد هادا تفقس وتصدم في الأول ما عرفش باش تبلغ ما فهموا له ما عرفوا له بقى كيدورها في دماغه كيدورها في دماغه كيدورها في دماغه تيقول شكل عنده ساروت ديال الدار تشي واحد لفخوته وفخوتاته تشي واحد ما عنده ساروت ديال الدار وفاش كان مشا عند هدك أخوه اللي مشا يعزيه في شي ينسيبه فاش مشا فاش مشا كان دير ساروت وفجيبه وماهزه ومش ليش واحد ما تحركش من عنده ما دارش ما مهرس لي ليش راجم ما مهرس لي باب ديال الدار ما تشي حاجة بقى كيحلل 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 ويقول شكل عنده سارت ديال الدار ويقول الوحيد الشخص وحيد اللي عنده سارت ديال الدار هو بنتي هو بنتي وبنتي ما يمكنش تشفرني بنتي كان تمشي لعند طلاقة ديالي اللي هي ماماها وهو يعرف انه هدك شي مدته غير البنت امها وهو يمشي لعند البنت هو يسوولها قال ليها قول لي يا بنتي راه ها وقع ليها وها وقع ليها وها وقع ليها قول لي يا اشنو كيحل البنتي كان تبكي وكي تحلف ليها بالله وهذا والله يمدر تشي حاجة وهو يبدك يرجع السين تالور ويقول لها واش ماما كاتتها السوارة ديال الدار واش هادا واشا بقاك يسوول فيها وهو يرجع لديك الواقع هادي انه راه كانت مشيت للحمام وخلت حويجها عندها وكذا كذا المهم باختصار هو انه هاد الشوكوك هادي باش تأكدت انه وهي هاد الراجل هادا قيل البنتو سيري لعند أمك وقولي ليها وراها غزتي فيها وقالت عليها وقالت عليها وقالت عليها وهي تقول لي واش ريت واش ريت طوالك يعني قررت لي بطريقة غير مباشرة انه راه هي لداته ولكن راه ما عندوش الدليل ما عندوش الدليل انه لداته هاد السيدة هادي تصرفات فيه رجع لها فلوس خدمات بيها تبرعات بيها ما تصور منها والو لانه في القانون القانون لا يحمل مغفالين هذا هو المشكلة القانون يحمينا ولكن القانون لا يحمل مغفالين هو مغفال لانه بعد مره دريل الولادنا لاطفال لانه تبقى طفلة هاده هاده غيرت الميده ماذا ماذا مغفالين ماذا مده ماذا تقرع فلسة ادانات ميده درائي صغيره مجدد لدينا بزاف دي الحويش. نقولش الولدي انا فين كن خبي الفلوس ولا فين كن خبي الداب او لا عندي هادي او لا عندي مشكلة او لا درالي صغار كيبقوا درالي صغار يقدرو يعودو في المدرسة يقدرو يعودو لبخوف دي والهم يقدرو كيبقوا بزاف دي المشاكين. كنت هدي القصة دي اليوم هاد سيدة هادي راها انا غادي تبارطج هاد الفيديو هادا بزاف وشافت هاد القصة هادي غادي تصدم لانه ما عمرا ما تبارطج هاد القصة هادي ومن بعد هي ولا دي كتقولها وكتفتاخر بيها ولا مش هتلشي عصوشي حر كتديرها وغنيها وكتغنيها وما عنداش بادي شهر كتراتك همطلقوك تينكرون شي حاجه هااااااااااااااااااااااااااااااااوه وكتغنيها اغنيها علا اساس كدبوت فيها زعمة راها من بعد تلاقي دي المدة كبيرة اخديت الحق ديالي للااسف الشديد لاناااااااااااااا ما سنحرضش العياله ولكن هادي غاقيصة هادي غاقيصة للمواعده باش ترجع لبقاء قوموا بتردو لبال ديالو مشي طلقتها ومشيت طلقتها ومشيت تلقتها ومشيت في حالاء تح اشكي منها خاصة كديمة تلقى تدير اتنسيو منها خصوصا اذا كانوا ادرالي اما من ما يكونوا ادرالي سوف يتقطع ذاك العرق ديفينيتيفمون كان هذا هو القصدية اليوم كنتمنى انكم تكونوا قصرتوا معايا والسلام عليكم